اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم برمجة معاكم احمد عبدالنبي وزي ما اتفقنا اكون معاكم دايما عشان نتعلم كل حاجة عن البرمجة عرفنا ان البرمجة هي عبارة عن مجموعة من الاوامر وعرفنا ان باستخدام البرمجة اقدر اطور اي لعبة او قصة وعرفنا كمان ان اقدر استخدم البرمجة في تطوير Machine Learning Model او اعلم الالة بعض الاوامر اللي تبدأ تنفذها ومش بس كده الالة كمان تقدر تتعلم الحاجات دي وتقدر تستفيد من ده وتقدر كمان انها تتفاعل مع البيئة اللي حواليها وعملنا اول موضل لنا باستخدام AI او باستخدام الزكاء الصناعي وعرفنا ازاي نصنف الحاجات بتاعتنا سواء مثلا Happy او Sad وازاي احط Inputs معينة فيها الزكاء الصناعي واحد من اهم الحاجات والعلوم اللي بايت موجودة دلوقتي كل الناس بتسأل ان الزكاء الصناعي ممكن يجي في المستقبل يتطور جدا لدرجة ان الالة تغلب الانسان الانسان دايما او المبرمج هو اللي بيطور الالة دي ودايما بيكون عارف الخبايا بتاعتها ولكن مع تطور التكنولوجيا وتطور الروبوتس بدأ الزكاء الصناعي والماشين ليرنج بالتحديد يدخل في الموضوع بشكل كبير جدا ومن دلوقتي كمان بدأ تظهر الروبوتس وتظهر خطوط انتاج في المصانع تشتغل عن طريق الزكاء الصناعي وكلنا شفنا الروبوتسوفيا اللي بيبدأ يتفاعل مع البيئة اللي حواليه ويبدأ يتفاعل مع الانسان ومش بس كده ده كمان في تعبيرات الوجه لو انت عملت تعبير وجهه قدامها وهي شافته تقدر ان هي تاخد التعبير ده وتقدر تتفاعل معاه وتسجله داخلها وتبدأ ان هي تتفاعل معاه بعد كده لو ظهر قدامها سواء من شخص او التاني او كده وتبدأ تتفاعل بشكل كبير جدا مع البيئة الزكاء الصناعي على قد ما هو علم جميل جدا ولكن يعتبر رهبة لبعض العلماء اللي بتقول ان في وقت من الاوقات الزكاء الصناعي هيغلب الزكاء البشري ولكن دورنا كمبرمجين ان احنا نفهم كويس قوي الزكاء الصناعي عبارة عن ايه وازاي نبنيه عشان نقدر نتطوره ونتحكم كمان فيه ونقدر نعمل كل ده باستخدام البرمجة خليكم جاهزين ومستعدين عشان نكمل في مرحلة الزكاء الصناعي ونتطور اكتر ونعرف ازاي نعمل ماشين لرنج موديل باستخدام سكراتش خليكم معنا وجاهزين وطبقوا كل اللي بنقوله خطوة بخطوة عشان تستفيدوا اقصى استفادة ممكنة جاهزين؟ يلا بينا قبل ما نبدأ الموديل بتاعنا النهاردة خلونا نفتكر احنا عملنا ايه في الحلقة اللي فاتت حلقة اللي فاتت عملنا اول موديل باستخدام الماشين لرنج والموديل ده كان عبارة عن ان انا بصنف تصنيف بيعبر عن السعادة او الهبي وتصنيف تاني بيعبر عن الحزن او ساد واتفقنا ان التصنيف ده عبارة عن بوكس كبير بحط فيه مجموعة من الامبوتس او المدخلات اللي بدخلها للآلة وبخليها كمان تتعلمه ولو دخلت اي حاجة مختلفة عن اللي دربت الآلة عليه بتبدأ تتعرف عليه وتستفيد منه وتتعلم منه زي ما اتفقنا طول ما احنا بنتكلم عن الزكاء الاصطناعي فاحنا بنتكلم عن التجربة الآلة لو بتجرب حاجة جديدة بتبدأ تخزنها جواها وتكون معلومات كتيرة جدا بتطور منها زكاءها المرحلة التانية من الزكاء الاصطناعي ان احنا نخلي الآلة تتعرف على الصور وده اللي هنعمله خلال حلقة النهاردة هنطور موضل ماشين ليرنج موضل بيقدر يتعرف على الصور واشكال الصور دي عبارة عن ايه ولو الصورة مختلفة يبدأ ان هو يغيرها او يستفيد منها وياخدها عنده ويخزنها داخل الآلة ويبدأ يتعرف عليها فيما بعد الموضل بتاعنا اسمه الامج ريكونيشن نقدر ان احنا نستفيد من خلاله عن الصور ونتور الصور دي بطريقة معينة مفروض باستخدام الزكاء الاصطناعي نقدر ان احنا نطور الصور دي وندخلها لسكراتش او ندخلها للإمبوت بتاعنا ويبدأ يقولي الصورة دي عبارة عن ايه فمفروض مثلا هندخل صورة القطة او الكلب اللي هو الموضل بتاعنا مفروض ان احنا نعمل كات ان دوج امج ويبدأ يتعرف على واحدة واحدة ولو لاحظ ان الصورة دي لدوج يبدأ يقولي ان ده فعلا دوج او هي كات فهو دي كات فعلا ونقدر نجرب الصور دي وحاجات تانية كتير ونقدر نشوف نتجتها عاملة ازاي تعالوا نشوف التطبيق بتاعنا عبارة عن ايه وهنقدر نعمله ازاي وازاي نقدر نطور الموضل بتاعنا ونقدر نخلي الخوارزميات بتاعته تشتغل بشكل منطقي ولكن قبل ما نعمل الموضل بتاعنا عايزين نفتكر الخطوات اللي بنمشي عليها عشان نبني الموضل احنا اتفقنا ان الماشين ليرنج موضل ليها ثلاث خطوات عشان نبنيها والسكراتش ليه ثلاث خطوات فكده الاجمالي ست خطوات اول خطوة اني لازم اعمل ترين للموضل بتاعي اعمل التصنيف او الكلاسفيكيشن واحط جواه الحاجة اللي داخل الكلاسفيكيشن ده ولكن على سبيل المثال لو هعمل تصنيف او كلاسفيكيشن اسمه الكاتس فدخل جواه كل الصور الخاصة بالكاتس وهكذا التاني خطوة ان انا اخليه اتعلم الصور دي وهي اتعرف عليها عشان تكون الالة واضحة وصريحة وتبدأ تتعرف على الصور دي بشكل منطقي وتالت حاجة ان انا ابني الموضل بتاعي عن طريق ميك موضل انا كده اكون خلصت التلت خطوات الاساسية للاي اي اي التلت خطوات الخاصة بسكراتش ان انا اديزاين الجيم بتاعتي او الموضل بتاعي وتاني حاجة احط الخطوات المناسبة اللي هي الفلوتشارت وتالت حاجة وهي الكو تعالوا نشوف هنقدر نعمل ده مع بعض ازاي باستخدام سكراتش والاكستنشن الخاص بالماشين لانج هلليكم جاهزين ومركزين معنا عشان نتعلم اكتر عن الاي اي واي واستخدام سكراتش تعالوا يلا بينا نشوف هنقدر ده ازاي زي ما شفنا مع بعض احنا هنتكلم عن الموضل الخاص باللكونيزنج بتاع الامج ازاي انه هو يقدر يتعرف على الصور وهنعمل موضل خاص بالكات والدوكز موضل يقدر يتعرف على صور الخاصة بالقطط وموضل خاص يقدر يتعرف على الدوكز او الكلاب واتفقنا ان عشان اقدر اعمل ده محتاج ان اعمل تصنيف للحاجات دي مفروض اعمل تصنيف للقطط وحط فيه مجموعة من الصور وعلى العكس ناحية التانية في الدوكز وده يعتبر الفلوت شورت المفروض اشتغل عليه في بداية الجيم مفروض ان اسأل نفسي سؤال لو الكاستيم بتاعي عبارة عن كات يقول لي هلو ايما كات ولو هو دوك يقول لي هلو ايما دوك مفروض اعمل ده ازاي زي ما اتفقنا لما باجي اطور اي ماشين لانجوش او ماشين ليرنج موضل مفروض ان امشي على ثلاث خطوات اساسية واول خطوة وهي الترين واتفقنا ان لما باجي اعمل ترين اقدر اعمل ترين لاربع انواع اتعرف على التكست او الامج او الساوند او النامبرز اللي احنا هنستخدمه النهاردة ان هو يقدر يتعرف على الامجز وبعد كده مفروض ان اعمل ليرن ويتعلم الصور دي كويس جدا وبعد كده اخليها ميك ويتعرف عليها سكراتش عشان اقدر اطور اللعبة او الجيم بتاعي ده مفروض يكون شكل الكلاسفكيشن بتاعي وقدر اضيف اي صورة انا عايز اضيفها تعالوا نشوف مع بعض هنقدر نعمل ده ازاي باستخدام الويبسايت ماشين ليرنج فور كيدز افتح الويبسايت بتاعي عادي جدا واختار go to your projects مفروض ان انا هبدأ اضيف project جديد هضغط على add new project واختار الاسم وليكن cats and dogs مفروض الموديل بتاعي هيبدأ يتعرف على ايه هيبدأ يتعرف على مجموعة من الصور اللي هي الامجز جميل جدا وبعد كده هضغط على create هيظهر معايا الموديل بتاعي بالشكل ده ولو ضغطت عليه مفروض انه هو هيوصلني للتلات خطوات الاساسية اللي مفروض عرفناهم كويس جدا اول خطوة وهي train محتاج اعرف الموديل بتاعي التصنيفات او الclassifications بتاعتي دي عبارة عن ايه فاختار add a new label اول label معايا او اول classification او اول تصنيف وهو cats وعمل add هيعمل create للbox بتاعي اللي هبدأ اضيف فيه الimputs او المعلومات اللي تخص الكاتس المعلومات دي مفروض ان هي عبارة عن ايه؟ مفروض ان هي عبارة عن صور لاني اخترت في الاول ان هو يتعرف على مجموعة من الصور اضيف كمان الclassification الخاص بالdogs وعمل add كده بقى عندي تصنيفين تصنيف الكاتس وتصنيف الdogs اقدر اضيف الصورة بتاعتي عن طريق تلات حاجات عن طريق اللينك الخاص بالصورة او ان انا اعمل لها drag and drop من الكمبيوتر بتاعي او ان انا ارسمها فخلينا نختار اللينك لو فتحنا جوجل وروحت اعمل search من البداية عن طريق الimages اختار الصور وهعمل search على الكاتس هيظهر لي صور كتيرة جدا اقدر اني استخدمها وكلها بتعبر عن الكاتس او الاطوط هنا هعمل خطوتين انا محتاج عشان اطور المachine learning model بتاعي محتاج اللينك الخاص بالصورة بتاعتي ومحتاج كمان ان انا اعمل download الصورة دي عشان استخدمها بعد كده في scratch لاني مفروض في scratch هبدأ اغير في ال customs وكل ما يجيب custom يقول لي ال customs ده عبارة عن ايه بشكل automatic كده انا اكون طورت الموضل بتاعي فلو دغطت على اي صورة ولكن صورة زي كده مفروض اني اعمل copy لللينك بتاعها هدوس عليها دوسها مطولة واختار copy image address كده انا معي اللينك بتاعها لو رحت للمachine learning for kids ودغطت على علامة اللينك اللي هي www وعملت paste لللينك بتاعي وعملت add هلاقي الصورة بتاعتي ظهرت بالشكل ده وبعد الخطوة دي على طول محتاج اني اعمل download للصورة بتاعتي اعمل لها save image واليكن هاخليها على ال desktop وعمل لها save كده انا اخدت الصورة دي حطيت اللينك بتاعها في المachine learning model بتاعي وعملت download لها عشان ادخلها في scratch والخطوتين دول خطوتين مكملين لبعض ماينفعش الخطوة تكون نقصة خلينا ناخد صورة تانية على سبيل المثال ناخد الصورة دي هضغط عليها وهعمل copy image address وروح للمachine learning ويب سايت بتاعي وهعمل نسخ او paste لللينك بتاعي واعمل add اضافة الصورة بتاعتي هروح اختار كمان صورة وليكن صورة بالشكل ده طبعا كويس ان انتم مركزين معايا محتاج ان اعمل لها download برافو عليكم هعمل save as وهخليها كمان على ال desktop وروح اختار صورة تانية وهعمل copy address وروح لللينك بتاعي اعمل له paste وهعمل add اضافة عندي اختار مثلا صورة كمان وليكن بالشكل ده هعمل copy image address واعمل paste هتنزل عندي بالشكل ده وما نساش اعمل download للامج بتاعتي عشان اقدر ادخلها بكل سهولة على scratch تمام جدا هروح هعمل نفس الخطوات لو عملت search على docs لان انا عندي تصنيفين هختار docs واعمل search هيظهر عندي اشكال كتير جدا هكرر نفس الخطوتين هختار صورة معينة وهعمل copy address وروح لللينك بتاعي هضيف اللينك paste هلاقي الصورة ظهرت معايا وما نساش اعمل لها save عشان استخدمها في scratch تمام جدا ممكن اختار صورة تانية ولكن الصورة دي هعمل copy address برافو عليكم وهضيف اللينك بتاعها paste وما نساش اعمل لها ده ونلوة طبعا اقدر اضيف اي صورة تعجبني زي ما انا عايز وده بيرجع لكمية ال data اللي بدخلها للماشين بتاعتي يعني لو دخلت التلات صور فهم دول التلات صور فقط اللي الماشين learning model بتاعي هيقدر يتعرف عليها لو دخلت اكتر من كده فمعنى كده ان انا بطوره بشكل اكتر فبالتالي بطور الزكاء الخاص بالماشين learning model بتاعي تمام منساش كمان اعمل download للصورة بتاعتي عشان استخدمها في scratch ممكن اضيف صورة رابعة كمان هعمل copy link وهعمل download تاني تعالوا نفتكر احنا عملنا ايه بالزبط احنا عملنا create للموديل بتاعنا والخطوة الاولى ان احنا نعمل له train فعشان نعمل له train لازم ادخله ال inputs او المدخلات الخاصة بالmodel بتاعي والمدخلات دي هي عبارة عن صور فلازم اروح اجيب صور معينة وادخلها للماشين learning model بتاعي الموديل اللي انا هطوره وفي نفس الوقت الصور دي هحتاج بعد كده ادخلها على scratch عشان تبدأ تتفاعل مع البرنامج او الكود اللي انا هبدأ احطه فتعالوا نرجع للموديل بتاعي وكده شكله يكون جاهز تماما عملت تصنيف او classification اسمه ال cats وتصنيف اسمه ال dogs وهنا حطيت اربع صور وفي ال dogs كمان حطيت اربع صور كده بنسبة كبيرة انا خلصت الموديل بتاعي لو رجعت لل project اللي هو cats and dogs هلاقي رجعني للخطوة التانية واللي هي learning test لو ضغطت عليها هلاقي بيفكرني باللي انا عملته انا عملت classification اسمه cats وحطيت فيه اربع امثلة وعملت classification اسمه dogs وحطيت فيه كمان اربع امثلة الخطوة اللي بعد كده ان انا اخلي الماشين بتاعتي الماشين learning model بتاعي يبدأ ان هو يتعرف على الصور دي وبعد كده اعمل make للموديل بتاعي عن طريق scratch فلو رجعت لل project واخترت make هيظهر لي ال options اللي هي scratch وبايفن واب انفنتر واحنا بنستخدم scratch وبايفو عليكم هلاقيه ظهر معايا بلوكس جديدة خاصة بالimage ومفروض ان هو بيديني زي مثال اقدر استخدم البلوكس دي ازاي فخلينا نفتح scratch ونشوف هنقدر نعمل الموديل بتاعنا ازاي باستخدام scratch في البداية ففي البداية محتاج ادخل السبرايت بتاعي فهضطر امسح السبرايت الخاص ب scratch واعمل export السبرايت من اللي انا مفروض نزلتهم وليكن السبرايت ده جميل جدا محتاج ادخل داخل السبرايت ذات نفسه مجموعة من ال customs فهضغط على customs واعمل اضافة ال customs اللي هي خاصة بال cats وال customs الخاصة بال dogs بحيث ان اخلي الكود بتاعي وليكن مثلا لو ضغطت على السبرايت بتاعي يجيب ال customs اللي بعد كده ويقول لي ده عبارة عن ايه فهضيف ال customs من خلال export برضه واضيف custom ال dog مثلا واضيف كمان cat واضيف من شكل ده واضيف كمان اضيف اكتر من custom انا حطيت بعض الامثلة اللي انا ضفتها وممكن اضيف كمان امثلة تانية اكتر سواء للكات ممكن تكون الامثلة دي داخل machine learning model بتاعي او لأ مفروض انه هو لو لأ الامج دي او الصورة دي داخل المشين موضل بتاعي يبدأ انه هو يقول لي ان دي فعلا cat او dog ولو مش موجودة مفروض انه هو ما يتعرفش عليها ولكن الخطوة اللي مفروض تكون بعد كده ان انا اقدر اضيف كمان images للموضل بتاعي تعالوا نشوف هنقدر نعمل ده مع بعض ازاي لو رحت للكود انا محتاج ايه في الاول محتاج في بداية الجيم لما دوس على green flag يبدأ انه هو يتعرف ولكن هلاقي عندي ظهر في البلوكس من ضمن الاكستنشنز البلوكس الخاص بالكاتساندوكس واتفقنا ان البلوكس دي هي خاصة بالماشين learning model بقدر اتعرف على الصورة واقدر ان انا اضيف كمان صورة يعني اقدر من خلال البلوك ده اقدر اضيف الصورة لي سواء الكلاسفكيشن الخاص بالكاتس او الدوكس ولاقي كمان ان في بلوك اسمه images ظهر معايا والبلوك ده اقدر ان اغير من خلاله الكاستيم اللي انا حطيته داخل السبريت او كمان ان اغير الباكدروب او ان ااخد سكرينشوت من الكاستيم بتاعي اقدر استخدم اي بلوك من دول وبعنا كده اضاف عندي بلوك جديد باكستنشن جديد اللي هو الامجس لما اخترت انه يتعرف على الصور تمام تعالوا مع بعض كده نبدأ الكويد بتاعنا محتاج اول حاجة لما ابدأ الجيم لما ادوس على الجرين فلاج وابدأ ادخل صورة معينة والصورة دي يبدأ لو هو لقى الصورة دي كاستيم خاص بالدوكز مثلا او موجودة في الكلاسفيكيشن اسمه دوكز يبدأ يقول لي هلو اياما دوكز مثلا او هلو اياما كات فمحتاج لو لو دي يعني ايه برافو عليكم يعني اف كونديشن فاختار اف محتاج اقول له لو اتعرفت على الصورة او اللي هي الكاستيم اللي هي مفروض موجودة في الدوكز او في الكاتس يقول لي حاجة معينة فاتعالوا واحدة واحدة محتاج اساوي بين كمتين فاروح لأوبريتورس برافو عليكم واختار equal لو التعرف بتاعي ده طلع هو هو اللي موجود جوه الدوكز يقول لي هلو اياما دوكز فالتعرف ده ايه البلوك اللي موجود داخل الاكستنشن الخاص بالماشين ليرني لو عمل recognized للامج والامج دي اللي هي ايه اللي هي الكاستيم اللي مفروض موجود جوه امج الكاستيم امج الصورة بتاعت الكاستيم بتاعي لو الصورة دي بتساوي الاجابة او الامبوت اللي جوه الكلاستيم بتاعي اللي هو اسمه دوكز اعمل ايه مفروض يقول لي say هلو ايام ادوك فسي يعني من لكز هاختار say هلو ايام ادوك ادوك نفس الكلام بالزبط لو الصورة بتاعتي موجودة داخل الكلاسفكيشن الخاص بالكاتس يقول لي هلو ايام اكات فممكن اعمل للاف كونداشن كلها بالشكل ده واغير البلوك الخاص بالدوكز الدوكز دي عبارة عن ايه زي ما اتفقنا الكلاسفكيشن اللي هو التصميم الخاص بالماشين ليرنيج مواضل بتاعي لو الصورة دي داخل التصنيف اللي اسمه كاتس قول لي هلو ايام اكات جميل جدا طيب محتاج اعمل ايه كمان هل هو يشتغل كده بشكل اوتوماتيك عادي جدا ولا محتاج مثلا مني كيوزر محتاج مني انبوت يعني لو انا بتطور اللعبة دي وهخلي اصحابي او زمالي اللي يلعبوا عليها فمحتاج ان هم يعملوا حركة معينة بحيث ان هي تغير في الكاستمز بتاعتي هعمل ده ازاي انا عايز لما ادوس على الصورة تبدأ تجيب الكاستم اللي بعد كده وتعرفني الكاستم ده عبارة عن ايه على طول فلو رحت لإيبانس واخترت البلوك لو ضغطت على السبرايت ده يجيب الكاستم اللي بعد كده فعشان يجيب ده محتاج اروح للوكس هجيب ايه النيكست كاستم جميل جدا معنى كده اني لما اضغط على الكلاك بتاعتي اضغط على السبرايت فعلا هيجيب النيكست كاستم ولما اضغط عليه مفروض ان هو يتعرف لو الصورة دي موجودة لو داخل الكاتس يقول لي هلو ايام كات لو داخل الدوكس يقول لي هلو ايام دوكس تعالوا نجرب كده ونشوف طبعا انا عندي مشكلة انا هضغط هيشتغل معايا عادي هيجيب الكاستم بتاعتي بس انا عندي مشكلة ان هو ما بيكررش الاف بتاعتي فبالتالي محتاج اخلي التكرار يكون طول ما انا بلعب اللعبة بتاعتي فمحتاج اضيف فوريبر للجيم بتاعتي بحيث تفضل شغالة على طول تعالوا نجرب ونشوف وليكن هنبدأ بالدوج نكبر الجيم بتاعتي لما اضغط على الجرين فلاج هلو اما دوج فعلا اكتشف ان هي قطة على طول لما ضغطت على الكات بكده يكون المشين لارنج موضل بتاعي مظبوط قدرت ادخل لي مجموعة من الصور وقدر ان هو يتعرف على الصور دي واقدر اضيف كمان صور اكتر واقدر اطور من النموذج بتاعي واقدر اضيف لي بعض المعلومات المختلفة عن طريق الترين وبعد الترين يبدأ ان هو يعمل لها ليرن وبعد كده اقدر اكون المشين لانجوتش او المشين ليرنج موضل بتاعي واقدر ابرمجه عن طريق سكراتش طبعا الخطوات اللي احنا ماشيين بيها خطوة بخطوة بحيث ان احنا نتعلم اكتر عن الارتفاشل انتليجنس او الزكاء الصناعي والمشين ليرنج واقدر اطور ده عن طريق سكراتش هنعمل موضلز كتير ونعمل أبليكيشنز وحاجات ليها علاقة بالزكاء الصناعي اكتر في الحلقات اللي جاية ولكن لازم نكون عارفين كويس اوي الخطوات اللي احنا بنمشي عليها ونتضرب عليها كتير عشان نقدر نكون كويسين ونقدر نبرمج ده ونقدر نطور الموضل بتاعنا بشكل سليم هليكم مع انا عشان نستفيد اكتر عن البرمجة ونتعلم اكتر عن الزكاء الصناعي اللي بقى واحد من اشهر العلوم اللي موجودة دلوقتي وهتكون لها دور كبير جدا في المستقبل اتمنى لكم التوفيق دايما واشوفكم على خير مع السلام